ذكرت مصادر أردنية أن الأردن والعراق سيعقدان اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لبحث إعادة إطلاق حركة المسافرين براً بين البلدين عبر مركز الكرامة طريبيل الحدودي وقالت المصادر أن الأردن طالب من الجانب العراقي تحديد موعد لهذا الاجتماع مشيرة إلى أنه سيتم بحث إجراءات العبور من حيث الفيزا والإقامة إضافة إلى معايير الأمان على الطريق إلى بغداد وضفت أن الأردن يفكر بسماع أولاً لسيارات العراقية بالعمل على نقل المسافرين من عمان إلى بغداد قبل أن يسمح لسيارات الأردنية لأسباب أمنية